السلام عليكم اهلا بكل متابعي قناة وصفات ويوميات امريانا معاكو شايماء محمد ووصفتنا النهاردة الديس باسيتو كيك الديس باسيتو من اجمل الحلويات والكيكات اللذيذة اللي بتبقى غرقانة بالشوكولاتة والكريمة الكريمة اللي هنعملها النهاردة مش زي اي كريمة لأ دي غنية جدا بالشوكولاتة ومختلفة عن اي وصفة تانية شفتيها قبل كده بجد الطعم خيالي وناعم جدا كمان هنعمل كيك خطير دايب كده وهش جدا والشوكولاتة سايحة بين الطبقات حاجة كده هترفع المزاج وتزبط المود ما شاء الله شكله حلوة قوي في الاعياد والمناسبات الخاصة بيكي وبأسرتك هتسعدي بيه اطفالك جدا كمان لو انت فتح مشروع للحلويات جربي طريقتي في الدس باسيتو وهتعجبك ان شاء الله وزبينك على طول هيدمنه طعمه وهيبقى صنف اول عندك تعالي بقى كده ناخد معلقة منه ونشوف الجمال والعظمة دي كلها بجد حاجة تحفى جدا منظر الطبقات والطعم خيالي طبعا هي بس كوباية قهوة جنبه كده وهيديكي سعادة لسنة قدام بجد من اجمل الوصفات اللي ان شاء الله تجربيها وتنجح معاكي هنعمله بمقدير مظبوطة وان شاء الله بخطوات بسيطة هيبقى عندك احلى تس باسيتو كمان طريقة التزيين دي حاجة ترجعلك زيني بالامكانيات اللي في بيتك ولو كنتي اول مرة بتشوفيني بتنسيش اشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس على علامة الكل ولايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد بقدمه بامر الله ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في مقدير الكيك اللي هنستخدمه في وصفة الدس باسيدو النهاردة اول حاجة معايا هنا اربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ كمان لازم الفيديو يكون طازة ويكون طالع من التلاجة قبلها بفترة وانت بتعملي اي كيك لازم تراعي النقطة دي معايا كوباية من اللبن حوالي 200 ملي معايا كوباية الا ربع من الزيت على السمنة حوالي 120 ملي كمان معايا كوباية من السكر حوالي 200 جرام معايا 50 جرام من النشا حوالي 3 كوب كمان معايا ربع كوب من الكاكاو حوالي 40 جرام وهنا معلقة صغيرة من البيكنج بودر ونص معلقة صغيرة من البيكنج سودا كمان معايا كوبايتين من الجقيق حوالي 250 جرام يعني ربع كيلو وكمان معايا فانيليا سائلة هسيب لك المأدير فيه صندوق الوصف وصندوق الوصف هو السهم الصغير اللي جنب العنوان لو دستي عليه هيطلع لك المأدير مكتوبة بأمر الله هبتدي أول حاجة أعملها هي أحط اللاربع بضط في العجان وهحط كمان معاهم معلقة من الخل حوالي معلقة صغيرة من الخل هبتدي دلوقتي في ضرب البيت وهنزل بالسكر دفعات دفعات كده لغاية أما البيت يبقى فومي جدا جرابي طريق ضرب البيت دي في عمايل الكيك العادي هيديكي كيك اسفنجي وناعم جدا هبتدي دلوقتي أضيف الفانيليا دلوقتي وصلت المرحلة البيت ضرب كويس جدا مع السكر كمان تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي مش شرط عجان خالص دلوقتي هنزل بيه السمنة مع الزيت أنا حط حوالي ربع كباية زيت ونص سمنة ووطيت العجان وهضرب شوية بشوية بالراحة هنزل بشوية شوية عشان طبعا ما اخسرش الفون بتاع البيت هنزل تدريجي هبتدي دلوقتي أنزل بيه الكاكاو الخام وطبعا الكاكاو هنا غير محلة هو كاكاو خام واختاري نوع يكون كويس عشان يديكي طعم حلو للكيك هبتدي كمان أجيب النشا جربي النشا في الكيك العادي ده بجد هيتديله سبات ونعومة حلوة قوي هبتدي أخلط البيكنج بودر مع الكربوناتو ومع النشا وهنزل بيها على المقدار طبعا الدنيا هتتقل معاك جدا هقولك دلوقتي خطوة مهمة هي اللي هتديكي طراوط الكيك وهقولك عليها حالا هنزل بالدقيق والدنيا هتتقل جدا معايا كمان مجهزة كوباية اللبن لازم تكون سخنة جدا ومغلية الكوباية حوالي 200-240 ملي هتحتاجه الكيكا هي مغلية معايا كده هنزل بيها على المقدار التقيل ده بجد من أروع الكيكات اللي ممكن تجربيها الكيكا باستخدام اللبن الساخن بجد حلوة قوي قوي مش شرط حتى تستخدميها للدس بسيط بس اعمليها ككيكا عادية بدون أي تزيين بجد طعمها خرافة قوي اللبن السخن ده بيحسن القوام بتاعها جدا يلا بقى هنا خلاص أنا ضربت كل المكونات والكيك عندي بقى جاهز تمام كده بصي قوامه حلوة قوي أنا كمان زي ما انت شايفة كده مجهزة جنبي أولي بالدس بسيط ودي بتباع في أي محل لمستلزمات الحلواني لو مش متوفر عندك تقدر تستخدمي الصينية العادية وتشتغلي برضو في الصينية ما فيش أي مشكلة بصي هي دي بتبقى شكلها ورخيصة خالص دي بيبقى حجمها أكبر من الأوالب البنية الصغيرة وأنا اخترت النهاردة أعملكو في الأوالب دي يلا بقى كده نصب مزيج الكيك بصوا قوامه ممتاز جدا لون الكاكاو فيه تحفة طبعا راعي وانتي بتحطي الخليط انك تعملي ربع بس مقدار القالب الربع بس بل كمان أقل لأن الكيك بيرتفع جدا واخد بيكنج بودر واخد بيكنج سودة فراعي حتة الارتفاع عشان لسه فيه طبقات تانية هنحطها والأوالب الكارتون دي بتخش الفرن عادي هخبزها على درجة حرارة 180 هتعود من 20 ل 25 دقيقة وأول ما الكيك يستوي لازم يضغطه عشان يبقى طاري معاكي يلا بقى نخش على مقادير الكريمة اللازيزة اللي هنحش بيها طبقات الكيك أول حاجة معايا هنا 200 ملي من الكريمة السائلة كريمة خفق الحلويات كمان معايا علبة من الاشطاء النباتي هسيب لك المقادير بالزبط فيه صندوق الوصف كمان معايا معلقتين كبار من النشا معايا 3 معالق كبار من الدقيق معايا كمان كبايتين من اللبن حوالي 0.5 لتر ومعايا 0.5 كباية من السكر حوالي 100 جرام وأول حاجة هنزل بيها هي الاشطاء النباتي تقدر تستخدمي الاشطاء العادية اللي عند اللبان أو لو انت عندك اشطاء من وش اللبن تقدر تحطيها هبتدي أنزل بكريمة الخفق السائلة بتدي طعم حلو جدا للكريمة هنزل كمان بمعلقتين النشا وال3 معالق من الدقيق متخيلين بقى طعم الكريمة بالمكونات دي هيبقى حلو جدا بالنسبة للسكر تحلي حسب رغبتك أنا عندي هنا على 0.5 لتر من اللبن حلت بنص كباية من السكر حلو قوي كمان لسه في مكون تاني هقولك عليه خلينا كده نمشي خطوة خطوة على البارد هبتدي أخلط كل المكونات اللي حطينها كده عشان النشا ودي يدوب كويس وما يبقاش فيه أي تكتلات هنزل بعد كده على طول باللبن وده لبن سائع عادي تمام دلوقتي بقى هخلط كله مع بعضه وهرفعه على النار طبعا تخلي بالك لأنه ممكن يتلسع منك لأن الكريمة تقيلة على النار هتقلبي على طول لغاية ما القوام يتقل معاكي هوريكي بقى شكله بعد ما جبته من على النار هنا خلاص أنا أسمت الكريمة عندي على طبقين وطبعا هي لسه سخنة جدا بصي أسمت كده على طبقين هبتدي دلوقتي أول طبق معي هحط عليه شوكولاتة درك والطبق الثاني هضيف له شوكولاتة بيضة بصي بقى الشوكولاتة مع الكريمة هتديكي طعم خرافة لإدس بسيطه طبعا الشوكولاتة هتسحبه منتهى السهولة لأن الكريمة سخنة جدا أنا لسه دلوقتي أيماها من على النار هتدوب الشوكولاتة معايا والكريمة هتبقى جهزة للحشو بصي الشوكولاتة ساحت معايا خلاص الكريمة بقت جهزة خلاص هحطهم فيه كياس حلواني استعدادا للتزيين على طول تعالي بقى أوريكي شكل الكيك بعد ما طلعته من الفرن وكمان ريحت وبرت خالص بصي بقى الجمال بجد أجمل كيك ممكن تعمليه بصي طلعتهم كده من الأوالب والكيك طاري وهش بصي فراغاته كده وطاروته حلوة قوي جرابي مأدير فيه الكيك هتعجبك جدا دلوقتي بقى هوريكي بصي بيخرج من الأوالب بمنتهى السهولة هي الأوالب الكارتون دي بتسفر شوية كده معدخولها الفرن بس مش مشكلة بصي هطلعها كده بتطلع معايا بمنتهى السهولة أنا مش دهنيها هي ما بتلزقش وشايفة ما شاء الله ربع الكمية عاملة ازاي يعني احنا حاطين ربع الخليط بس بس بصي انتفخت ازاي ووصلت لأكتر من 3 اربع القالب كل اللي أنا هعمله كده إن أنا هبتدي أقطع كل قالب كده هشيل الوش ده أنا مش محتاجاه وهقسم كمان كل قطعة على اتنين تمام تعالي كده نفتحها من جوه ونشوف شكلها بصي النشا مديها سابات حلو قوي كيكا ما بتفرولش أنا يعتبر خبزها من ساعة هي لسه دافية وضروري تغطيها زي ما قلتلك أول ما تطلع من الفرن هنا ابتديت أرجع كل قطعة تاني في القالب استعدادا اللي عمل طبقات الديس بسيطة بجاهزة عندي هنا الكريمة في كياس حلواني كمان معايا هنا لبن سخن حط عليه معلقة من النوتلا أو بدايل النوتلا كتير قوي هبتدي كده أنزل باللبن السخن على الكيك الحركة دي بتدي طراوة حلوة جدا للكيك هو الصراحة مش محتاج بس الدس بسيطة ومن أساسياته إن الكيك لازم يتسقي تمام اللبن كده مع معلقة النوتلا تمام هنزل بكل الخليط عندي هجهز دلوقتي الكريمة الكريمة البيضة اللي حط عليها الشوكولاتة البيضة هبدل هعمل تلاتة في النص كريمة بيضة أو تلاتة في النص كريمة بالشوكولاتة الغمأة كريمة غنية وحلوة قوي 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 إن شاء الله تجربوها وتعجبكم هبتدي أنزل بي الكريمة الدارك أنا هنا الشوكولاتة اللي مستخدمها اسمها جولدن باك تقدر تستخدمي شوكولاتة سماء أو دريم برضو طعمهم حلو قوي وهبتدي كده أوزع الكريمة بالمعلقة عشان تتساوا وتتفرد على كل سطح الكيك عندي أحلى كريمة وأحلى ديس بسيط وهتجرب بيهم هنزل بقى دلوقتي بعد ما فردت كل الكريمة بالطبقة التانية من الكيك كده تمام أنا هحط الطبقة التانية من الكيك كمان هسقي الطبقة التانية دي باللبن زي الطبقة الأولى وهغطي سطحها بالكريمة وهدخلها التلاجة 15 دقيقة ووريكوا شكلها بعد ما دخلتها التلاجة بصي خلاص كده أنا حطيت الطبقة التانية من الكريمة فوق والطبقة تمسكت طبعا فيها نيشة وفيها دقيقة فهتتمسك معاك كمان هتستقبل طبقة التوبنج بمنتهى السهولة معايا هنا جانا الشوكولاتة عملنا كتير في القناة هسيبلك مأديره في صندوق الوصف معايا الجيلو برضو الجيلو ده بنجيبه من مستلزمات الحلواني كمان معايا زبدة اللوتس برضو جاهزة بيت الجاب المستلزمات الحلواني أنا مستخدمة البجيل المصري ووريته لكم في فيديوهات قبل كده استخدمته في فيديو للشيز كيك معايا الكرامل اللي بعمله في البيت وبحطه في التلاجة عندي أطلعه على حمام مائي واستخدمه في تزيين الحلويات وطبعا الجيلو الجاهز ده برضو الكيس بيبقى رخيص في مستلزمات الحلواني بتجي بيه بيقعد معاك فترة بتقدري تزييني بيه أي حلويات بتعمليها تمام الكيس تقريبا كان حوالي بعشرين جنيه وبيقعد معاك فترة كبيرة اللي حابب يعرف أنا المستلزمات دي بجيبها منين يتواصل معايا خاص وأنا إن شاء الله هدله على أفضل مكان يجيب منه شغل الحلويات تمام هبتزي كده أوزع الجيلي بيبقى شكله حلوة قوي على الديس بسيطو طبعا إحنا هنا في مصر الديس بسيطو غيرنا فيه يعني لازم نحط الطاتش بتاعنا هو بيتعمل بس بالشوكولاتة بس ليه لأ نجرب أطعمة جديدة وأشكال جديدة ليه بصي بقى شكل الجيلي الفراولة حلوة قوي عليه كمان طعمه مميز جدا برضو دي هحط عليها زبدة اللوتس وكنت قلتلك في فيديو لتشيز كيك استخدمت بديل لزبدة اللوتس لأن سعرها غالي جدا اللي هو إيجي لوتس ده منتج مصري والله طعمه حلو قوي يعني قريب جدا منها هنا الجناش البيتي اللي احنا عاملينه بخزنه عندي في التلاجة وبطلعه أحطه في حمام مائي ساخن بيفك معايا كده وباستخدمه في أي وصفة حلويات وهو بيكون مثلا لكل مقدار من الشوكولاتة مقدار من الكريمة يعني 200 جرام شوكولاتة وصاده 200 جرام من الكريمة هسيب لك المقادير المظبوطة فيه صندوق الوصف وماشاء الله الجناش طبعا بالكريمة بيبقى طعمه أحلى بكتير من الجناش اللي باللبن طبعا لو انت فتح مشروع الحلويات لازم طبعا تقدري الأسعار وتقدري الخمات اللي انت حطوها وتحسبي التكلفة على الأساس ده طبعا التزيين حاجة ترجعلك حسب التزيين اللي هتختاريه هنا طبعا أنا خلاص بعد موزعت الجناش زوقت بسوس الكراميل اللي بقى أشوفي الطريقة اللي تعجبك كمان معايا هنا نوتيلا مصرية أنا مستخدمة هنا نوتيلا سماء بالنسبة لسوس الكراميل عملناه كتير في وصفات في القناة أسيب لك المقادير المظبوطة ليه في صندوق الوصف بحطه في التلاجة بخزنه كده زي الجناش وطلعه على حمام ماء ساخن واستخدمه في التزيين أنا كمان معايا النوتيلا المصر دي طبعا بدايله النوتيلا كتير قوي فيه أنواح حلوة زي ماكستيلا زي مفلدن زي سماء شوفي النوع اللي بيريحك وصراحة بدايل برضو طعمها حلو ومقبولة هبتدي كده أعمل روزوتات من الشوكولاتة شوفي بقى جرنشي بالإمكانيات اللي عندك ولو أي ست بيت ما عندهاش إمكانيات التزيين دي تقدري كده تسياحي شوية شوكولاتة مع حليب وتحطيها فوق الكيك هيبقى من إيدك برضو حلو زي الفل شوفي المتاح عندك حابة تحطي جوزين ده حابة تحطي أي إمكانيات في بيتك مش هتقولك لأ خالص معايا كده شوكولاتة صغيرة ملكة بتبقى طعمها حلو شكلها حلو معايا كده حبات لوز حطها فوق نقط الشوكولاتة هنا مثلا معايا بسكوت قريو هقطعه قطع كده فوق سطح الدس بسيتو أي نوع شوكولاتة بالبسكوت عندك حطيه فوق سطح الجيلي أنا حطيت كده شوية من الشوكولاتة البيضة المبشورة مع حبات الكريز هنا مثلا عندي البسكوت كونو كده صغير كل الخمات دي زي ما قلتلك تقدري تلاقيها بسهولة في أي محل مستلزمات حلواني حطي بقى شوية بشر شوكولاتة كده والدس بسيتو طبعا من الحلويات بجد للناس بتحبها جدا لأنها كلها شوكولاتة وكيك الشوكولاتة ويبقى عليه إقبال جامد فلو انت عندك مشروع حلويات هيبقى إضافة مميزة للمشروع عندك ويبقى عليه إقبال كبير بصي كده خلاص احنا زيناه بالإمكانيات اللي كانت عندنا بشكل بسيط كده حاولي تقدميه كمان أطفالك هيحبوا جدا أشكال التزيين دي تقدري تزينيها معاهم وفي نهاية الفيديو طبعا أتمنى أن اكتدعي لي دعوة حلوة أتمنى أن أكون أضفت لي معلوماتك أي شيء بسيط ما تنسينيش بقى من دعوة حلوة كده ولايك للفيديو وشير للفيديو وما تنسيش برضو الاشتراك في القناة واتفعلي زر الجرس على علامة الكل كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا